جيب بوي تاكب فالت هاي بروز توريزم فيزا إلا أبليتي على توريست فيزا غاد نعطيك أحسن نصيحة ودلاتة دي الأسئلة اللي غاي سوولوك هاد الشي كامل عين الناس اللي تتصلوا بيه بزاف دي الناس رجعوهم بالماطر وما بغيتك شتوقها لكم صغالا اوكي برادرز ثلاث سؤال تالت سمعوا لهم مزيان ما هو الهدف ديالكم الزيارة دي الأمريكا إلا الافيسر عرفك فيزا ما تستعملها غاد يتحرك وغير تخدم غاد يكاسل لها وغير رجعك باش يجاوبوا وجاوبوا على السؤال يجاوبوا على السؤال ولكن أحاول ما تكذبش احسن دليل هو تعطيه سؤال التاني هو غادي سوولك كيف سوف تتحرك هنا في المدينة شحال ديال المدة غادي تقلس في مريكا و أحسن دليل هو تعطيه رسيرفاشن ديال الوطيل ديالك والتاكيال غا ترجعك هذا دليل مزيان so basically the best proof you can prove this is to give him the return tickets in the hotel reservation okay third question and the most important هل ديال الفلو ججبتي معك how much money you brought with you okay so the officer purposely asking you this question if he sees so he sees how much money you brought with you in this tourism trip and if he sees you just have like you know like couple hundreds he might cancel your visa and send you back إلا يجبتي معك الفلوس على الأقل يجبتي معك 1.000$ 7.000$ 8.000$ حيتاش لبوليسي بش يسولك في المراتة هذه السؤال وشبك ما عندك الفلوس هذا الدليل على أنت جاي هنا على عندك شينية like bad intention يقدير أن يرجعك okay brother Strucker Piled I'm not a lawyer basically I'm trying to help you out أنا مشتي محامي بغي نعاون ناس بغي نعاون ناس